الثلاثي للهجومي نكمل كلام كريم النهاردة أو اللي كانوا بيشاركوا في الحتة اللي جاي ناس كتير برضو كانت تنتقد حسين الشحات اللي الناس تعرفوش إن أرقام حسين الشحات ومجهوده في المباراة كان ميديله أعلى ريت الناس اللي يبتعت اللي بتقايم الأحصائيات والاستادة النهاردة أكتر واحد ده هم من المحاولات بتاعي يعني دي مقارنة بين الثلاثة اللي كانوا بيشاركوا في الجانب الهجومي كلهم لعبوا فوق التمانين دي بنتكلم حسين الشحات سجل وكهربا سجل إمام عشور عمل أسست صناعة الفرص قريبين التلاتة من بعض البص المحاولات بتاعت حسين الشحات لا أكترهم حسين أكترهم حسين في صناعة الفرص بص المحاولات بتاعت حسين كما أربع محاولات صحيحة من تسعة كهربا تلاتة من خمسة يمكن إمام اتنين من ستة عشان كابولي النشروط الأول إمام كان عامل مجود كبير قوي لأن كان بيحاول يعوض الدور الهجومي اللي ما بيعملوش ديانج دقة التمرات بتاعتهم كلها قريبا بعض بيستق برضو إمام سنة مع أنه كان أحد نجوم المباراة النهاردة مع الحالات باقي مع الحالات كابتن إسلام وكريم هنشوف مثلا كهربا في مركز المهاجم موجود في كل فرصة محاقة لدي الأهل حتى نهاردة رجل تحركاته إيجابية جدا يعني نهاردة هو سجل أهدف لكن كهربا دي مثلا كرة الهدف بص النهاردة كريم بص كابتن إسلام متمركز فين يعني دي كرة دي شبه فاكر جوني يا كريم كان عماد متعب جابه دومينيك الدوري بتاع دوري الشهير بتاع مسترمانو لما رجع وكابتن حسان في الزات وقتها ركبنا الدوري بص هنا متمركز إزاي كابتن إسلام كان مدافع خاد الكرة اللي هي المفروض إمام أصلا كان مش لعبة عرضية إمام شهيتها في الجول حولها هدف الكرة اللي بعدها هتلاقي الفرصة اللي كريم كان نتكلم عليها برضو في البداية اللي هي الكرة اللي في العرضة كان إزاي هو بص هنا هو كان واقف فين في الهجمة اللي هي أصلا إمام عشور لحقها ولعبها متوقع أن ممكن يحصل يحصل حاجة يعني بص هو كان مكانه فين والكرة إمام عشور لعبها لب الكرة ردت في العرضة بص هو هتلاقي مكانه فين فالنهاردة دي حاجة تحسب له هو لم يوفق في الفينيش معلش يعني بتحصل للمهاجمين كتير ولكن هو تحرك كويس يعني نكمل الفرين بص هنا هو مكانه فين من فين لفين راح عشان أي حاجة ممكن تحصل هو كان موجود فيه وأسف للمقاطع عام برضا تكمل النقطة قد تقولها لصلاح محصن الكهرباء طول عملك إسلام جناح أيصر ودايما هو تشتهر عند حتى أيام نادي الزمالك منتخب مصر جناح أيصر لما بدأ يجي النادي الأهل وبدأ يتوظف في مركز المهاجم الصريح شوف هذا التحاول فاتولايل إزاي قدر يتقن مركز المهاجم الصريح بنفس إتقانه لمركز الجناح الأيصر ده يؤكد أن اللاعب لازم دايما دايما يفضل يطور دايما من نفس بالذات بس فدي هي الفكرة كلانا الكهرباء موجود في كل كورة وكل لمسة معناه لقوا دي حاجة تحسب له وتحسب طبعا لمدير الفني فمبرمه لينا إيجابيات يا جماعة وما لحنا مش عال فلا ناس ما مأزمنا لا أشوف هاتوب الناس اللاعات في كلام دا